ارهاب الحوثي وشرطة تعز تؤكد استمرار انتشار الحملة الامنية لملاحقة المطلوبين امنيا نسرة الاخبار من قناة يمن شباب اهلا بكم البداية من شبوى وعودة التهديدات الارهابية حيث افادت مصادر محلية عن تحليق طائرات وسيارة حوثية اليوم فوق حقل نفطي بالمحافظة وقالت المصادر ان المسيارات التي يعتقد انها تتبع ميليشيا الحوثي الارهابية حلقت لاكثر من ساعة في سماء حقل العقلة النفطي وبشرت الدفاعات الجوية اطلاق النيران لاسقاطها وجاء تحليق الطائرات فوق القطاع النفطي بعد ساعات من تحليق طائرة مماثلة في سماء مطار عتق الدولي قبل ان تتصدى لها الدفاعات الجوية بحسب المصادر وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت بطائرات مسيرة مفخخة سفينة تنقل نفط في ميناء الضبة بحضرموت قبل عدة ايام بتصعيد عسكري حوثي خطير قبل بادانات دولية واسعة اغلقت السلطة في حضرموت ميناء المكلمة اليوم عقب رصد تحليق لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية صدر محلة قلت لمن شباب نقوات خفر السواحل تصدت لطائرة مسيرة كانت تحلق فوق ميناء المكلة قبل اغلاقه لدواع امنية وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات من رصد تحليق طائرة مسيرة حوثية فوق حقل العقلة النفطي في شبوة وكان مجلس الدفاع الوطني قد اقر تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما رهابيا عقب هجوم للميليشيا بطائرة مسيرة على ميناء الضبة في حضرموت في محاولة حوثية لمنع تصدير النفط سياسيا عقد المجلس الرئاسي اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس دكتور رشاد محمد العليمي واشدد الاجتماع على اهمية حشد وتعبئة كافة القدرات والطاقة لتعزيز حضور الدولة ووحدة الصف والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود انهاء انقلاب الميليشيا الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد وبحسب وكالة الامبير الرسمية سبأ تناول الاجتماع تقاريرا بشأن مستجدات الوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيا الحوثية الارهابية وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني وامدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحات الدولية هذا وطمأن المجلس الرئاسي الشعب اليمني والمنظمات والوكالة الاغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف الميليشيا الحوثية منظمة ارهابية المجلس أشد بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة السعودية ودولة الإمارات وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيا الارهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين وتداعيتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين وفي وقت سابق حقد الرئيس العليم اجتماعا مع رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين حيث أكد الرئيس أن الأولويات شملت تطوير منظمة الاتصالات والكابلات البحرية ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية سياسيا أيضا جدد وزير الخارجية وشؤون المقتربين دكتور أحمد عاط بن مبارك اليوم في اتصال مع نظيره السعودي جدد ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة السعودية الشقيقة بتصنيف الميليشيا الحوثية جماحة إرهابية عالمية ومقاطعتها وتشفف منابع تمويلها وفي الاتصال الهاتف مع نظيره وزير الخارجية السعودي فيصر بن فرحان ناقش الوزير بن مبارك تدعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حظرموت وشبوة ونعكسها على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل تهديدا خطيرا يفاقم معاناة الشعب اليمني وأشار وزير الخارجية إلى أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجبهة تلك الأعمال الإرهابية وفطح الجرائم الحوثية التي ترتكبها على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للأمن والسلم في المنطقة والاكتخاذ موقف دولي حازم على تلك التصرفات المسؤولة والعمل على تصنيفها كجماعة إرهابية عالمية من جانبه جدد وزير الخارجية الصعودية فيصل بن فرحان اليوم إدارة بلاده للهجوم الإرهابي الحوثي على موانئ نفطية يمنية والذي يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومؤشر لتصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا لتقويض جهود عملية السلام وتهديد أمن المنطقة وكذا وزير الخارجية الصعودية وقف المملكة ثابت والدعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه كشف مسؤول حكومي عن إعلان مرتقب عن قائمة سوداء تضم شركات وأشخاص ومنظمات تتعاون مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وقل الوكول المساعد لوزارة الإعلام أسامة الشرمي إن الحكومة الشرعية ستنشر قائمة سوداء تضم شركات وأشخاص ومنظمات بعد صدور قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وكان مجلس الدفاع الوطني قد أصدر السبت الماضي قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية منظمة إرهابية وحذر المجلس الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم وعلى خلفية التصعيد الحوثي أدانت فرنسا بشدة الهجوم على ناقلة النفط نيسوسكيا الذي وقع في الحادي عشر من أكتوبر قبالة ميليشيا الحوثي الإنقلابية مسؤولية عن هذا الهجوم الخارجية الفرنسية في بان الله اعتبرت أن الهجوم تهديد غير مقبول لاتجارة البحرية الدولية وحرية البلاحة ويشكل هذا النوع من الاعتداءات انتهاكا خطيرا وصارقا لقانون البحار ويمنع السكان اليمنيين من الحصول على الضروريات الأساسية وطلب البيان ميليشيا الحوثي بتحمل المسؤولية ووقف التصعيد واستنكرت كذلك عدم إحراز تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن تقع مسؤوليتها مباشرة على عاتق الميليشيا وفي الشأن قل مسؤول حكومي اليوم الثلاثان قرار مجلس الدفاع الوطني والقاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية جاء على خلفية استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت الحيوية وأخيرها استهداف ميناء ضبة ورضون بالطائرات المسيرة جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام معمر الإرياني سفراء دول مجلس التعاون الخليجي العربي لدى ألمانيا الاتحادية وأكد كذلك الإرياني أن الاستهداف الحوثي كان محاولة بائسة لوقف تصدير النفط الخام من المناطق المحررة والتأثير على قدرة الحكومة على القيام بواجبتها مشيرا إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كافة جهود ومبادرات السلام وتنفيذ كافة التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وسمرار ميليشيا الحوثي في رفض كافة الجهود والمبادرات وتنصلها عن كافة الالتزامات المفروضة عليها تتوالى التنديدات الدولية باستهداف ميليشيا الحوثي الرهابية لملائين نفطيين في محافظتي شبوى وحضر موت غير أن المواقف الخليجية المتمثلة في بيانات التنديد لا تكتفي بما يقول المراقبون الذين طلبوا بتحرك عسكري واسع للقضاء على الميليشيا وردع المد الإيراني في المنطقة تنديد عربي واسع ضد هجمات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مؤخرا ضد الموانئ اليمنية استشعارا لخطورة التهديد الإيراني عبر إحدى ميليشياته لكن البيانات وحدها لا تكفي ما لم تكن معززة بدعم فعلي لليمن وقيادته الشرعية حماية للأمن القومي لدول الخليج والدول العربية سبعة أعوام والخطر الإيراني للهيمنة على دول المنطقة يتمدد ويغرس جذوره في اليمن ودول أخرى وسط حالة عجز خليجية وعربية بسبب انصياعها لرؤية أمريكية أوروبية مضللة وليس بسبب فقدان تلك الدول المهددة أيضا للقدرة على تقديم الدعم الفعال للشرعية اليمنية سياسيا واقتصاديا وعسكريا على مستوى العتاد العسكرية بما يقوي مركزها عسكريا ويحد من التهديد الإيراني الحوثي ويحمل أمن القومي العربي وتعكس بيانات التنديل الخليجية والعربية التي تواردت عقب الهجمات الحوثية بطائرات مسيرة على ميناء يضبط بحضر موت ورضوم في شبوة صحوة متأخرة وبلا أثر ما لم يعقبها تحرك خليجي وعربي جاد للتعامل مع التهديدات الحوثية الإيرانية لدول المنطقة وأمنها القومية وعبر دعم الشرعية اليمنية ممثلة بالمجلس الرئاسي خاصة بالعتاد العسكرية باعتبار المعركة في اليمن ضد الإرهاب الإيراني معركة عربية بامتياز للدفاع عن الأمن الجماعي لشعوب ودول المنطقة وبمعزل عن الضغوط الأممية والغربية التي لم يستفد منها سوى النظام الإيراني ومرتزقته الحوثيين طيلة السنوات الماضية عسكريا تجددت المواجهة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميريش الحوثي الهبية من جهة أخرى بين محافظتي البيضاء وأبيان ووفقا لمصدر ميدانية الفين المواجهة تجددت في جبهة ثراب مديرية لودر واستخدم خلالها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة أقب محاولة حوثية للتسلل باتجاه مواقع الجيش والمقاومة المصدر قالت أن المواجهة خلفت عددا من القتلى والزرحى في صفوف ميليش الحوثي التي فشلت في تحقيق أي مكاسب ميدانية أعلنت المكونات السياسية في إقليم تهامة عن تأييدها المطالب التي تضمنها بيان لهيئة التشاور والمصالحة بإعادة النظر في اتفاقية ستوكولم المشؤومة ودعت المكونات في بيان صدر عقب اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن دعت المجلس الرئاسي ودول التحالف إلى استئناف عملية التحرير في كل الجبهات ودعم مكونات وفصائد المقاومة التهامية المناهضة للميليشيا الحوثية البيان دعا مجلس الأمن الدولي والدول الرعية للسلام في اليمن إلى إصدار قرار أممي بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية عالمية لما تسببت به من أضرار على المجتمع الدولي ومنها الأضرار على الملاحة البحرية وتهديدات الناقلة الصافر التي تستخدمها كقنبلة موقوطة لتهديد الملاحة البحرية بتأثيراتها التي قد تستمر لعدة عقود بحسب تقارير الخبراء الدوليين في السياق دعا عضو مجلس النواب شوق القاضي قادة الشرعية لاتخاذ قرار شجاع باستكمال عمليات تحرير البلاد ودعم الجيش الوطني والمقاومة لإسقاط الانقلاب الحوثي وقال القاضي أن هناك احتقانا شعبيا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لن تصمد أمامه أسبوعا واحدا أشيرا إلى أن الميليشيا ضعيفة وليست بالصورة التي يروج لها مضيفا أن ما نحتاجه هو قرار حقيقي شجاع للتحرير ودعم الجيش الوطني والمقاومة وعدم الخضوع لأي قرارات دولية أو إقليمية لأنها تقدم الحوثي وتعيق التحرير قال مساعد مدير أمن شرطة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهين القيادة العليا للحملة الأمنية شددت على تواجد الحملة في كافة المدينة وفرض سيطرتها عليها خصوصا المربع الشمالي الشرقي حيث يتواجد المطلوبون أمنيا هناك اتفاق من القيادة العليا للحملة الأمنية بتواجد الحملة الأمنية بقوة بكل مناطق المحافظة خاصة في مربع الشمالي الشرقي حيث يتواجد المطلوبين الأمنيين هناك فنزلت حملة مشتركة من كميع الوحدات الأمنية من قيادة المحور الشطة العسكرية قيادة الألوية والكل المواطنين متقاوبين قيادة الألوية متقاوبين أفراد القيادة الأحرار المدقاوبين مع الحملة الأمنية واستضل الحملة الأمنية يتابع كل المطلوبين أمنيا ولن تعود الحملة الأمنية إلى ماكنها إلا حتى تحقيق أهدافها خلال الأيام الأخيرة سجلت شرطة تعز نسبة ضبط متقدمة بالنسبة للجرائم الإرهابية والمتورطين في تنفيذها هذه التحركات والإنجازات لأجهزة الشرطة لاقت ارتياحا شعبيا ومساندة مجتمعية واسعة تحركات مكثفة لشرطة محافظة تعز وحملتها الأمنية من أجل مطاردة المطلوبين أمنيا وضبط المتورطين بعدد من حوادث الشغب والفوضى والانفلات والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة تحركات الحملة لاقت ردود فعل إيجابية في الشارع المحلي ضد أي متمرد أو من الخلايا النايمة وسوف نقوم بخط يد من حديد بكل العناصر الخارجة عن القانون أو الخلايا النايمة الذين يقومون بالعبث الأمني في محافظة تعز وسنقدم أرواحنا ودماعنا فدى لهذه المدينة ولأبنائها الإنجازات ينفذها قنود مجهولون على أرض الميدان وضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل بص الأمن والاستقرار تقف خلفهم قيادة جادة وصادقة في أمن تعز وقيادة محور تعز في سبيل وضع حد للإنفلات وعصابات الإجرام خلال الأيام الأخيرة نجحت شرطة تعز في تحقيق نجاحات أبرزها للكشف عن خلايا حوثية نفذت عمليات إرهابية في المدينة باستخدام العبوات الناسفة راح ضحيتها نساء وأطفال جهود مستمرة للتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة الحمل الأمنية هي الأساس بالدولة هي التي تربط بين المواطن والدولة أما المتهبشين هذهم إن شاء الله أنهم يضبطوهم ونعيش في أمن وأمان لأننا قدحنا حصار وحروب وزيد تمرد داخل الضع صرحة الدولة بكله يتمسك أبناء مدينة تعز بالدولة ويجدون فيها قوتهم ضد المجرمين والمنفلتين تحتاج المدينة كما يقول السكان لإصرار كبير من قبل القوات الأمنية من أجل مواجهة كل المطلوبين دون استثناء إنجازات أمنية متلاحقة تحققها شرطة محافظة تعز بإسناد شعبي واسع تقول قيادات في الشرطة إن التحركات الأخيرة للقوات الأمنية تهدف إلى بسط نفوذ الأمن في كل المربعات أي من قائد يمن شباب تعز أصيب مدنينا اليوم بانفجار لغم زرعتهم للشرحوت الرهابية في محافظة الحديدة غربي البلاد وبحسب المرصد اليمني للألغام فإن الشاب المدني هيثام محمد راجحي والبلغي من العمر 23 عاما أصيب بجروح بليغة منها بتل إحدى قدميه نتيجة انفجار لغم زرعتهم للشرحوث في أطراف مركز مدينية الدريهم جنوب مدينة الحديدة أضف المرصد إلى أن اللغم الحوثي انفجر بالمواطن هيثام أثناء مروره على متن دراجة نارية بجوار مبنى بيت الشباب في المدرية وتسببت الألغام الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية في مقتل وإصابة أكثر من عشرة مدنيين في محافظة الحديدة والجوف والبيضاء إلى محافظة إبحث أقدم قيادي حوثي على اقتحام مستشفى في مدينة ياريم والاعتداء على مدير المستشفى وزوجته وفق مصادر محلية المصادر أفادتنا مدير مديرية ياريم المعين من قبل ميليشي الحوثي كما باقتحام مستشفى ياريم العام والتهجم على مدير المستشفى وإطلاق ألفاظ نابية على زوجته التي تعمل في المستشفى كما هدد الأطباء والإداريين وأضافتنا القيادي الحوثي ومرافقيه أثار الرعب بين المرضى داخل المستشفى وشيرة إلى أن الدافع وراء ذلك سعي القيادي الحوثي إلى تغيير مدير المستشفى واستبداله بأحد المقرمين منه في إطار انتهاكاتها المتواصلة بحق الأهل في المناطق غير المحررة على أطراف محافظة الضالع وجهت ميليشيا الحوثي الرهابية بإيقاف عمليات البيع والشراء في الأراضي بين المواطنين في المديريات والمناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الضالع بمساعد منها لتنفيذ عمليات بسط واسعة على أراضي المواطنين تحت مسمى أراضي وأملاك الدولة أصدر مطلعة القارتين الإرهابي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بالمنظومة العدنية وجه القيادي في الميليشيا وانتحل صفة محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري بمنع وإيقاف جميع عمليات البيع والشراء بين المواطنين للأراضي في مديريات جبن ودمت وقعطبة والحشاء وتأتي هذه التوجيهات امتدادا لعمليات خصخصة واسعة لأراضي وأملاك المواطنين سبقا عند الشنة الميليشيا في صنعاء والحديدة وشملت ألف اللبن والفدانات الزراعية تحت مسمى أراضي الأوقاف وأملاك الدولة فرضت ميليشيا الانتقال جبايات جديدة على ملك المحالة التجارية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن وأقلت مصادر محلية ندى الميليشيا في المديرية فرضت مبلغ خمسمائة ألف ريال كضرائب جديدة على اللوحات الخاصة بالمحالة التجارية تحت مسمى ضرائب لوحات إعلانية وأوضحت المصادر أن التجار رفضوا الدفع وهو الأمر الذي دفع ميليشيا الانتقال إلى إغلاق كافة المحالة تجارية المتواجدة بشارع القريش بأقفال وسلاسل في مدينة تاعز عقد اليوم رقاء بين اللجنة الوطنية للتحقيق ومؤسسة ديبروت البريطانية تم فيه مناقشة البيانات المحدثة المتعلقة بالمحتجزين على ذمة الحرب كما نقش الجانبان فرص التعاون الرمية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني ورفع مستوى أداء فريق دعم الوساطات المحلية المعني بمواضيع متابعة ملف المحتجزين على ذمة الحرب وملفات أخرى في محافظة تاعز واستعرضت عضو اللجنة الوطنية سرق المقدر أشكال وآليات عمل اللجنة المتعلقة بتقييم أوضاع المحتجزين على ذمة الحرب في محافظة تاعز وبقية المحافظات الأخرى وزيارتهم والاطلاع على مراكز الاحتجاز المختلفة والمساعدة في تواصلهم مع ذويهم بما يكفل احترام حق أسرهم في معرفة مصيرهم إضافة إلى تحديث البيانات وعقد جلسات استماع مع عدد من المفرج عنهم إذن وختم نشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الإرهاب الحوثي يصاعد مجددا ومسيرة تابعة للميليشيا تحلق فوق حقل النفطين في شبوة والرئاسي يشدد على تعبئة كافة القدرات لإنهاء الانقلاب السعودية تجدد إدانتها هجوم الحوثي الإرهابي على موارئ نفطية يمنية والحكومة تدعوها للعمل المشترك دوليا لمجابهة الإرهاب الحوثي وشرطة تعز تؤكد استمرار انتشار الحملة الأمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا نهاية أخبار التاسعة نشكركم ناطيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر